حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن عكريمة ابن خالد عن المطالب ابن ابي وداعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه قال المطالب ولم اسجد معهم وهو يومئذ مشرك قال المطالب فلا ادعو السجود فيها ابدا حدثنا ابراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاوس عن عكريمة ابن خالد عن جعفري بن المطالب ابن ابي وداعة عن ابيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وابيت ان اسجد ولم يكن اسلم يومئذ المطالب وكان بعد ذلك لا يسمع احد ان يقرأ بها الا سجد معه